طلب رئيس البرلمان العربية الدكتور مشعل السلامية المجتمع الدولي بضرورة رفض والسنكار التصريحات الإيرانية العدائية ضد دول عربية وحث السلامية النظام الإيراني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فيهما واحترام حسن الجوار مع الشعوب والدول العربية والالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن تأجيج الطائفية والتحريض المذهبي ودعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الإنقلابية المسلحة التي ترتكب أعمالا إرهابية والسنكار رئيس البرلمان العربية التصريحات الإيرانية العدائية لمسؤولة عقب الأحداث الدموية في حلب والتي تضمنت المساس بالسيادة وأمن اليمن والبحرين مؤكدا أن تلك التصريحات تهدد أمن وسلامة المنطقة العربية وهو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين باعتبارها منطقة حيوية وهمة لكافة شعوب ودول العالم